اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مقرصا لتسليم شهادة ايزو الخاصة في نظم ادارة صلامة الاقضية للفندوق كامبيسكي بلاس وتم تقديم الشهادة من قبل شركة جيبوتي لتدقيقه وتفتيشي وبهذا يصبح فندوق كامبيسكي بلاس اول مؤسسة معتمدة وفقا للمعايير الدولية وقد جاء هذا انجاز الكبير نتيجة للعمل الدؤو من قبل جميع العاملين في الفندوق وتضافر جهود تلبية لتطبيق افضل المواصفات والمعايير في عالم فندقة والطيافة وتعد شهادة الايزو معيار دولي محدث يعدد المتطلبات الخاصة بالنظام ادارة الصلامة للقضاءات والذي يقوم بتغضية جميع الوحدات العاملة في سلسلة القضاءات وتعتبر ذات اهمية كبيرة استجابة للمتطلبات العمراء والتي تضم توفير المنتجات ذات الجودة وتجدر اشارة الى ان الحصول هذه الشهادة يستند الى مفهوم التحسين المستمر وهو من اصول الرئيسية التي تمنح ثقة للعملاء والشروعات وتعودا بالجدية ومراقبة معاشرات الاذا اضافة الى حقيقة ان المشروع المجزي يتمنى التقدم والنجاح لوجهة الجيموتية باكملها وجد تنفيذ نتيجة هذا العمل الطويل الاجر من قبل شركة الجيبوتي لتطقيق ويزدار شهادة التفتيش والتي يتولى سيد محمد عثمان على منصب ايدا مديرها وتجدر اشارته الى ان الحفل تسلمة للشهادة الهمة للفندق كامبيس كيبراسي بجيبوتي شهدت حضور شخصيات عديدة من بينها العائلة الفندقية الكبيرة والرئيس القرفة التجارة وامين العام وزارة التجارة ورئيس التنفيذ لمعمل الابطاني لتحليل الاغذية ومدير التنفيذ لمكتب الوطني للتجارة والتنمية اضافة الى مدعوين اخرين القى مؤدير عام الفندق كامبيس كيبراسي حضبا في المناصبة اشار فيه الى ان الحسول الفندق على شهادة ايزو الخاصة بنظم ادارة السلامة الاقضية يظهر التسام الفندق الكامل بتأمين افضل انواع الخدمة والطيافة باعتبار العمراء محور العمل اليومي واطافة لذا فينحن في تدور دائم في سبيل هذه القاية والنوه المدير ان هذا الانجاز جاء لنتائج العمل الجماعي المستمر والتشاركية في الاداء التي تربط بين الادارة والعاملين في فندق والثقافة العمل القايمة على ريالة والتطور المستمر وتجد الاشارة ان الشهادة تعد معيار الدولي محدس يحدد من متطلبات خاصة بنظام ادارة السلامة القدائية والذي يقوم بتقطيع جميع الوحدات العاملة في سلسلة القدائية وتعتبر ذات اهمية كبيرة استجابة لمتطلبات العمراء والتي تضم توفير المنتجات ذات الجودة بالرعاية امين الدولة للشباب والرياضة قام اتحاد الاقال يوم امس في ملعب حسن قليد ابتدون نهايه من الدولة الالعاب القوة وجرت هذه المناصبة بحضور امين الدولة للشباب والرياضة سيد حسن محمد كامل واقرب المسعدي امثل مدير الدائرة الرياضة في الامانة الدولة للشباب والرياضة سيد ابشر حسن ورئيس الانتحاد الجيبوت للألعاب القوى سيد سعيد إسماعيل نور وفريقه إذافت إلى أبداع الألعاب القوى مثل أيانلي سليمان ومومين جيلي وغيرهم ويتنافت هذا الحادث جميع الفئات الرياضين القادمين من مركز الرياضة والدراسة في عالي السبيح والعديد من الأندية في العاصمة لحراس المرتبة الأولى في هذه اللعبة وجرت هذه المناصبة حتى أسف النشيد الوطني وتصليم الكؤوس للفايسين في هذه الرياضة وفي مدخلة مقتضبة الشادر رئيس الاتحاد الوطني للألعاب القوى السيد سعيد إسماعيل نور بحسن صير هذه النهائيات الرقم تفشي وباء كورونا كما أعرف عن تفاؤله بالأدايا الجيد للمتناثيسين نعربا في وقت ذاته عن شكر لأمين دولة الشباب والرياضة لدعم المحدود المقدمة لهذه المنصابقة أحرك لي بستردامي سوسينسي جيني وفي مقابلة الله تحدث أمين العام لجنة وطنية أولمبية الجيبوتي على أهمية هذه المناصب سنقول لي دابتدون لإحياء نهائي بطولة الوطنية لألعاب القوى ونشكر الاتحاد الجيبوتي لألعاب القوى للمقهود القبار الذي قام به وخاصة بعد قائحة كوفيد 19 التي وقفت جميعا للانشيطة الرياضية ولكن الحمد لله الشباب في مستوهم العالي الليلة ليقدموا كل ما في قهدهم السلام عليكم من جانبه أشهد أمين دولة الشباب والرياضة سيدة حسن محمد كامل بحسن تنظيم النايات للبطولة الألعاب القوى حيث يعود الفضل الأول لإتحاد الجيبوتي لألعاب القوى وركز الوزير على ضرورة ترقية أداء العدائين من مختلف الألعاب الرياضية وخاصة ألعاب القوى التي برست فيها جمهورية الجيبوتي مكانتها في المسابقات الرياضية الدولية وأعلنت أمين دولة الشباب والرياضة حملة واسعة الندق في طراب الوطني لإكتشاف المواهب الشابة الجديدة في هذه اللعبة مشتيرا إلى أن المركز الرياضة والدراسات في عالي صباح سيقوم بتدريب العدائين وأيضا في مجمع ضيء الرياضي احتضن فنطق كامبيسكي بلا صباح اليوم ورشة تنح حول إعمال المهمة المشتركة لمراجعة برنامج المشتركة والتخديد لبرامج بين منظمة ساحة العالمية ووزارة ساحة العامة وجرت أعمال هذه الورشة التخديدية بحضور أمين العام لوزارة الساحة بالإنابة دكتور مكي محمد موسى ممثل منظمة الساحة العالمية في جيبوتي دكتور أحمد زويتن والمستشار الفني لوزير الساحة سيدة عمر علي كما حضر العديد من الإدارات وشيدة الورشة ومناقشات النزء الصريحة والشاملة والشفافة على دمج أضرورات الاستراتيجية لسباف مكافحة وباء كوفيد-19 وكذلك هداف الصحة العامة المختلفة التي ستشكل خطة العمل المشتركة بين منظمة الساحة العالمية والدائلة الصحة خلال اليومين سيقلب من المشاركين إلى مناغشة وتصديق على خطوط العريضة لتحسين رفاهية الصحة لمواظنين ورسمها من خلال الوقاية من الأمراض غير المعدية وتحسين أنماد الحياة الصحية والنوعية الرعاية وتدوير النظام الصحي أكثر كفاءة هذا وشهد ألمين العام لوزارة الصحة بالإنابة دكتور مكي محمد موسى أولاً وقبل كل شيء بالجهود التي تبدلها الحكومة جيبوتية والإتزام رئيس الدولة سيد اسماعيل عمر القيلي الذي حدد النتاج المغنعة في محاربة وباء كوفيد-19 وكما صلى الدكتور مكي الطو على قدرة بلدنا على مساهمته في تدوير نظامنا الصحي ومناقشة المشاركين وتصديق على خطوط العريضة لتحسين ورفاية ساعة المواضينا وللسمى من خلال الوقاية من الأمراض غير المعدية وتحسين أنماد حياة الصحية والنوعية الرعاية وتدوير النظام الصحي أكثر كفاءة وقيم يوم أمساء السلساء حفل ختمي لتدريبي على تدخل وتحقيقي في تجاري بالبشر وتهريب المواجرين تحت رعاية العقيد وعيس عمر بقوري قائد الخفر صواحل جيوتي وذلك بمركة تدريب الملعسكري في دورالي وقام بتنشيد هذه الدورة أعضاء من برنامج سيفي بول وجرت على مدى ثلاثة أيام لصالح عناصر من الخفر الصواحل وطرك الوطني وشردة الوطنية ويندرج هذا التدريب الذي يكتصي أهمية كبيرة يتناسب تماما مع دورات تدريبية لصالح عناصر خفر الصواحل من أجل مقافحة الأعمال الإجرامية للتجار بالبشر في مجال البحري كما أتاحت فؤديها الفرصة إلى تعسيس والروابط التنصيق بين المختلف عمراء التدخل لقوات الأمن المعنية في معاملات مقافحة الاتجار بالبشر وشهد الحفل اختتام هذا التدريب بالتصليم شهادات للمتدربين من مختلف قوات الأمن من الشرطة الوطنية والدرك الوطني وخفر الصواحل وفي كلمة لممثل المتدربين أشهد النقيب محمد آذان بجهودة هذه الدورة التدريبية التي قامت بتنشيدها خبراء من برنامج سي في بورلا وفي كلمة نلقاه العقيد عيس عمر بقر قائد خفر الصواحل جي بو تي أعرب عن ارتياح لعقد هذا التدريب الذي سيؤسس دون شك قدرة المشاركين من العناصر المختلفة من الدرك والشرطة والخفر الصواحل على العمل في مكافحة الاتجار بالبشر برثا وبحرا وأضاف أن هذه الدورة تكتسي أهمية الكبيرة يتناسب تماما مع دورات تدريبية بصالح العناصر الخفر الصواحل من أجل مكافحة العمال الإجرامية للتجار بالبشر في مجال البحري وتعسيسه والروابط التنصيق بين المختلف العملاء التدخل للقوات الأمن المعنية في عمليات مكافحة التجار بالبشر نظم مركز العمل الاجتماعي وتمكين المرأة كساف أمث ورشة تعوية لتدريب على خيارته وتصفيف الشعر والطبخ وذلك بدعم المالي من مركز القيادة والرياة الأعمال للفطيات اللواتي تركنا مقاعد الدراسة في وقت مبكر أو اللواتي لم يذهبن بعد إلى المدارس وتهدف أعمال هذه الوشاة إلى إدماج الفطيات في وسط المهني هذا طابع المستفيدات نفس البرنامج الذي يتبعه مركز التدريب بلعوص للحصول على شهادة التدريب المهني السادر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وحضر في هذه الورشة المستشارة الفنية لوزارة المرأة والأسرة السيدة نبيها سليمان حسن ومديرة كاسع فسيدة نعمة يونس حوش ومديرة ترقية الجندرة السيدة ياسمين عبد المجيد ورئيس الشؤون الأقلانوية سيدة أركسان علي إدافة إلى الرؤصاء العشرين جمعية في بلدية بلبلة كما شارك في عمل هذه الورشة مئات من النصوة والفتيات من بلدية بلبلة وفي هذه الورشة التعوية حضر رؤصاء الجمعية العشرين من بلبلة بشكل عام وشارك حوالي مئة مرأة وفتاتة في هذه البلدية واجه المكتب الوطني لمياه وصرف صحي أوني عادة حدثا غير المسبوقة حيث بدأت شركة أجنبية وخاصة العمل والبناء غير القانوني في إحدى منازق تجمع مياه الطابعة لمكتب الوطني الكائنة في منطقة عرطة والتحديدا في ناحية داميرجوغ هذه شركة خاصة للأتف تضررت بأحد أنابيب كبيرة التي كانت تسود العاصمة بالمياه الشرب وتسبب هذا الكسر في خصفارة تقدر بعشرة ألاف متر مكعب من المياه مما تسبب في نغس المياه في العاصمة ومحيط داميرجوغ ودودة وعلى الفور توجه العملاء المكتب الوطني للمياه إلى منطقة المعنية وبعد أعمال شاقة استمرت ما بين عشرة إلى داع عشر ساعة حيث نجح العملاء أوني آذ في سلاح كسر ويوجد في هذا المكان العديد من الآبار التي تمول المناطق يتم استرادها من المؤنئ أمني لطمان أفضل نظام الإقذائيين في دار دراسات لتقييم الآثار التنمية المجتمعية المتبادلة التي تعهدت بها وزارة المرأة والأسرة من المستفيدين المحليين في 42 ناحية تابعة لمنطقة تجرى أضلق فريق متخصص لمطابعة والتقييم تم تشكيله من قبل الوزارة المكونة من المستشار الفني لوزارة المرأة والأسرة السيدة علي عمر ورئيس القسم الدراسات والإحصاء السيدة يحيى جمال أضلق أعمال هذه الورشة منذ 14 سبتمبر في مناطق الداخلية الخمسة من البلاد لمدة أسبوع وتهدف هذه المهنة التي استفادت من الدعم المالي من قيمة صندوق الأنم المتحدة لسكان تهدف إلى تقييم تغييرات النوعية التي أحدثها من خلال إنشاء المجتمعات التنموية للمجتمع في النواحي المستهدفة إذا فتن إلى تنظيم مجموعات لتعوية القادة المحليين بأهمية تخطيط الأسرة وأماكن الولادة من أجل رفاهية الأسرة تلقينا ببالغ الحسن والأصى نبع وفاة السيدة محمد علي مكي الذي وافت من يتوى من أحد الماضي في فرنسا وترك للمرحوم محمد علي مكي من موليد عام 1963 وراءه أسرة كبيرة في كل من جيبتي والتجورة وأديس أببا وأوراش وأرار والدلسة في إثيوبيا ونسأل الله مولى عسى وجل أن يتقمد الفقيد بواصع رحمته ويلهم أهله ودويه الصبر وسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون ودوليا أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن إصابات كورونا في البلاد تجاوزت خمسة ملايين التفاصيل نتعلم مع زميلة نعمة صالح إسماعيل وقالت بيانات وزارة الصحة الهندية أن الإصابات لكورونا في البلاد تجاوزت الخمسة ملايين اليوم الأربعة بقفزة بلقة تسعين ألف ومئة وثلاثة عشرين إصابة خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية وباتت الهند الثاني دولة في العالم تتجاوز خمسة ملايين إصابة بعد ولاية المتحدة وقالت زارة الصحة أنها سجلت ألف ومائتين وتسعين حالة وفاة خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية ليصل عدد الإجمالية الوفيات ألف واثنين وثمانين وستمائة وستين ليصل إجمالية الوفيات إلى أثنين وثمانين ألف وستمائة وستين بعد يومين أصبح الثاني دولة في العالم من حيث عدد لحالاته بعد ولاية المتحدة وتختبر الهند الآن حوالي مليون شخص يومين وهو ما يقول العديد من الخبراء أنه يكفي ويقدرون أن العدد الفعلي للعدوى يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير شهدت عدة المدن الفلسطينية فعالية قضبة ضد توقيع اتفاقاتي السلام بين الدولتين العربيتين واحتلال الإسرائيلي أتفاصيل من جديد مع زميلة نعمة صالح شهدت عدة المدن الفلسطينية فعاليات غاطبة ضد توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين والاحتلال الإسرائيلي وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية خرجت مسيرة حاشدة نددت باتفاق تطبيع الإمارات والبحرين وطالب المشاركون الدول العربية خاصة والعالمية بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية وحقوقها العادلة التي كلفتها شرعية الدولية وإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وأكد عدو لجنة تنسيق الفصائل في نابلس محمد أن القضية الفلسطينية تواجه خطر التطبيع مع احتلال الإسرائيلي في إطار تسفية للحقوق المشروعة والالتفاف على ثوابت الوطنية التي يؤكد لجميع التمسك بها بهذا النبأ الدولي تنتهي نشرتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة